وحقول لحضراتكم أن مجلة فرانس فتبول دي مش مجلة عادية دي الأكثر شهرة في العالم المجلة غيرت مجرى تاريخ solche القدم مش بس في فرنسا و مش بس في أوروبا لكن في العالم أجمع وهقول لحضراتكم أن صاحب فكرة كأس العالم هو صحفي فرنسي صاحب فكرة كأس الأمم الأوروبية هو صحفي فرنسي فالصحفين في فرنسا القائمين اللي بيعملوا به مجلة فرانس فتبول كان فكرهم سابق الصراحة العصر بتاعهم وفي الاتحاد الافريقي في 1970 تم الدمج جائزة افضل لعب افريقيا لانه ما كانش عندهم جائزة افضل لعب افريقيا في هذا الوقت ولكن فرانس فتبول كان عملها فكان الجائزة لغاية التسعينات لغاية 1992 كانت جائزة افضل لعب في افريقيا بتقدم مناصفة او مشاركة مع جائزة الكرة الدهابية من الفرانس فتبول فالفعائية كان عندنا كابتن عاليا بو جريشا وحصل على دوري ابطال افريقيا وحتى لو حركوا تفتكروا ان حتى مسميات وطريقة البطولة بتاعة بطولة افريقيا للاندية ابطال الدوري كانت زي ما نسمعها البطولة افريقيا للاندية ابطال الدوري دلوقتي بقت دوري ابطال افريقيا لان العدد زاد وبقى في نظام دوري وفي مجموعات ونقاط ثم بعد كده تلعب ربع نهائي نصف نهائي ونهائي ولكن هل الفرقة اللي خدت دوري ابطال افريقيا والفرقة اللي خدت الاندية الافريقية الابطال الدوري هل اتحزفت من التاريخ يعني كده الفرقة اللي هي خدت دوري ابطال افريقيا دلوقتي ماشي موجود طيب الفرقة اللي خدت الاندية الافريقية الاندية ابطال الدوري هل اتمسحت من التاريخ يعني كده اني الاسماعيل ما حصلش على الزي البطولة النادي الاهلي لما خدها في 82 وخدها في 87 هل كده هو وهكت المسمى القديم هل كده اتمسح من التاريخ هنا بقى يتيجي النقطة ان في البعض بيردد كلام وما تفهمش المردود منه ايه او السبب هو ايه ولكن ان صلاح اول لعيب ياخد على جهزة افضلها في افريقيا اه بهذا المسمى لكن هو في المجمل لا فيه كابتن محمود الخطيب اخدها في سنة 83 من الفرانس فوتبول وكل العالم تحدث كل العالم تحدث عن كابتن محمود الخطيب في هذا الوقت وزي ما قلت لحضراتكم موضوع الفرانس فوتبول ادي مجلة جو افريكان او جو دافريك يعني الكرة في افريقيا او اللعيبة في افريقيا جايبة كابتن محمود الخطيب يتصدر المشهد في 83 حينما حصل على جهزة افضل لاعب في افريقيا في مجلة الايار في فرنسا تحدثت عن كابتن محمود الخطيب وهو حصل على جهزة افضل لاعب في افريقيا كابتن محمود الخطيب في 82 و83 حاجة من الحاجات اللي غير شكل واداء الكرة الافريقية باكملها بمهرته باسلوبه بهدوءه بزكاؤه في كرة القدم كنا شايفين لعيب جديد في الكرة الافريقية مش بس في الكرة المصرية واحنا معنا على الهاتف